النجاحات مش بتتحقق باللقطة أو نجاح لحظة أكسب ماتش أو أتغلب ماتش في حالة الفشل يعني والطموحات عند النادي الأهلي لا تكون طموحات محدودة ولكن بالعكس النجاح بيجي دائما من الاستقرار والاستقرار ده إيه اللي بيفرضه على الجميع منظومة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي اللي بيكون دائما أول الحريصين على استقرار النادي الأهلي هو جمهوره ممكن نبقى زعلانين جمهور النادي الأهلي ممكن نبقى زعلانين ممكن يطلع ينتقد أداء إسلام وينتقد أداء الجهاز الفني وينتقد أداء اللعيبة وينتقد أداء الإدارة وينتقد زي ما ينتقد ولكن هو أكتر حد بيبقى حريص على النادي الأهلي وعلى استقرار النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي دائما في ظهرنا دي وفي مجلس إدارته مهما كانت الانتقادات والخلافات في أي وقت يعني الحمد لله هذه الأيام الأمور جيدة جدا ودايما جمهور نادي الأهلي بيبقى في ظهر كل الفرق اللي بتلعب باسم نادي الأهلي سلة طايرة يد كورة تينس طولة أي حاجة أسباحة كرة ماء أي حاجة أي حاجة هو دا دايما اللي بيخلينا بيخلي نادي الأهلي ناجح بيخلي نادي الأهلي دايما في الريادة اللي بيخلي نادي الأهلي زي ما احنا شايفين كده يعني أنا آسف حرجع مرة أخرى للوزير العامري فاروق كل الناس موجودة يعني في أي وقت تروح كأنك قاعد في النادي بالمناسبة النهاردة وأنا موجود هناك شفت مثلا مين الحاجة محمد مصلحي رئيس نادي للتحاد السكنداري جاي مسكندرية مخصوص عشان يتطمن بس هو عارف أنه مش هيزوره وهو نادي للتحاد السكنداري أصدر بيانا عن هذه الزيارة واحترامه الشديد للعمري فاروق نادي برئيس نادي الأهلي نادي برئيس نادي الأهلي فعشان كده أنا بقول لحضراتكم وانت قاعد كده تتفرق والله تبقى قاعد تتفرق كده تتعلم دلوس كابتن خطيب ممكن يكون عنده حاجة تلاقيه كده فجأة كابتن خطيب دخل سأل الدنيا أخبارها إيه يقعد شوية وكابتن يعني تعبان حضراتكم عارفين من المفترض أنه هو يكون مريح مفروض ولكنه هو بيجي يا كابتن كلنا بنقمش إسلام كلنا بنقوله يا كابتن يقولك ماشي حضر بسمع يعني ويجي وشوف الأحوال ويطلع للدكاتر أو يسأل بنفسه وحنعمل إيه والفترة اللي جاية ومحتاجين حاجة مش محتاجين حاجة كل الناس مش الكابتن بس كل الناس أعضاء مجلس الإدارة بالكامل موجودين دائما معادة الأستاذ طارق أن دي اللي بيقوله ألف سلامة يعني عنده أحزام ناري أو أعلن عن إصابته بأحزام ناري مبارح فألف سلامة يا أستستارة ألف ألف سلام عليك ولكن كل أعضاء المجلس إستاذ جرحي موجود سراج موجود دماطي موجود دكتور محمد شوقيد وأستاذ خالد مرتاجي الكل أنا مش عايز بس حتى ما نساش أحد من الأسماء مية عاطف شفتها كل الناس موجودة عائلة النادي الأهلي وقفة مع بعض وقفين معه الأستاذ هشام العمري والأستاذ خالد العمري والوالد والوالدة والأستاذة ومدام مية زوجة الأستاذ العمري وبنته وابنه وابراهيم ابنه كلنا وقفين ما بنشوفوش ولكن وقفين معاه مع كل الأسماء دي فعشان كده وانت قاعد بتشوف اللي بيحصل تعرف قد ينادي الأهلي ده نادي ناجح وكبير جدا 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 ويظل النادي الأهلي أو سيظل النادي الأهلي طول ما عندنا جماهير الجماهير معدها برنا تخش تسأل وتمشي ناس عارفة أو ناس جاية من آخر الدنيا والله العظيم تلاتة يجوا يسألوا أخبار اللي أستاذ العمري ايه كويس نقدر نشوفه لأ طب شكرا سلام ونبيتمنون عليه فاللي بقوله لحضرتك معلش أنا كل شوية برجع لهذا الأمر لأنه الأمر صعب الأمر صعب أن أنت تشوف والده والدته قاعدين والله العظيم وبيشوفه بتاع كده يقولك يا جماعة تاكلام مرة تانية أنا بأكرر هو ليس سبق صحفي وليس مثار جدل هو صحة الناس شيء إنساني بحت يعني ما فيهوش جدل ولا فيه شغل صحافة ولا شغل إعلام أنا بقول لحضرتك اللي أنا شفته هي حاجة إنسانية فعشان كده صدقوني ما تسمعوش كلام حد وصدقوني لما يبقى فيه أي حاجة سواء إجابا أو سلبا هطلع أقول لحضرتك أنا أو أي حد في قناة النادي الأهلي هتلاقي موجود أو حد حيكتب على الموقع الرسمي لنادي الأهلي شوز جمال جبر مرة تانية النادي الأهلي نجحته كبيرة جدا 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 ويصال دائما النادي الأهلي يعني إن شاء الله نشوف يا ودلاتي ندي الأهلي في المركز التالت ما بين أكبر أندية العالم على حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء خليتنا نشوف هذا التقرير عن وجود النادي الأهلي في هذا المركز بين أكبر أندية العالم ترجمة نانسي قنقر